في الحلقة دي هتنتكلم عن موبايل جديد شركة فيفو أعلنت عنه والموبايل دوته موبايل فيفو في 27 برو والحقيقة يعني الموبايل جامد بيجي مواصفات حرفيا جبارة وفي نفس الوقت السعر المتوقع ليه ما يعتبرش غالي قوي هو قوي غالي بس برطة ومتجي تقرر مواصفاته مع باقي المركات هتلاقيه موبايل بيكسب باكتساح فعازك تركز معاه شان تعرف كل التفاصيل فيالله بنا نبدأ أول حاجة نبدأ بيها هو الوزن الوزن بتاعه بيجي في حوالي 180 جرام وبدعم تركيب شرحة نتصال مع دعم شبكات 5G وبنسبة لصوته الخارجي فبيجي استريو بكوة 24 بيت واستغنع عن مدخل 3.5 وبيجي بلون الاسود والنعناعي أما بقى بالنسبة للشاشة فبيجي من نوع أموليد بمساحة 6.7 بوصة مع نسبة استحواز 90% وبدقة Full HD بلس وبكسافة بيكسلات 388 بيكسل لكل بوصة وبدعم تقنية HDR 10 بلس وبيجي بمعدل تحديث عالي واللي هو 120 هرتز وبيجي عليها طبيعة حماية من نوع Gorilla Glass Victus والبصمة بتيجي تحت الشاشة أما بقى بالنسبة للرام والزاقرة فالموبايل بيجي 3 نسخ الأولى 128 جيجا مع 8 جيجا رام والتانية 256 جيجا مع 8 جيجا رام والتالتة 256 جيجا مع 12 جيجا رام من نوع EFH 3.1 وللأسف مش بيدعم تركيب مامريكارد أما بقى بالنسبة للسوفتوير والمعالج فالموبايل دوت بيجي بصم تشغيل أندرويد 13 مع معالج ديميستي 8200 بمعمارية 4 نانو وبتردد 3 و 1 من 10 جيجا هرتز مع معالج رسومي مالي جي 610 وبنسبة لده المعالج ده فده معالج محترم ويديك أداء جبار من ناحية برامج وألعاب من غير أي مشاكل ويقعد معاك كمان 3 سنين أو 4 سنين مستريح جدا أما بقى بالنسبة للكاميرات فالموبايل بيجي بتلات كاميرات خلفية الأولى بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F1.9 وبتدعم التثبيت البصري OIS والكاميرا الثانية بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.2 وديت كاميرا ألترا ويت بتصور بزوية 120 درجة والكاميرا الثالثة بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.4 وديت كاميرا مكروم وبيجي معهم فلاش على شكل دايرة وبيدعم تقنية البانوراما والHDR ويقدر يصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 فريم وبنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F2.5 وبيجي معها فلاش تده مزدوج وبيدعم تقنية HDR ويقدر يصور فيديو بدقة 4K بسرعة 30 فريم وبنسبة لبقى تقنيات فالموبايل ده هتبدعم الواي فاي من فيرجن 6 وبيلتوس من إصدار 5.3 ومعهم كمان GPS وتقنية NFC لكن مفوش راديو ولا IR أما بقى بالنسبة للبطارية فبتيجي بسعة 4600 ميلي أمبير وبتدعم الشحن السريع بقوة 66 وط مع شحن النوع Type-C يعني تشحن البطارية من 0% لـ 50% فحوالي التلت ساعة بس أما بقى بالنسبة للسعر بتاعه فغلبيت المواقع بتقول أنه ينزل بسعر 741 دولار 22000 جنيه مصري و20000 ريال سعودي وطبعا باقي العسارات له فاصل فيديو وأقصد يعني باقي العملات هو أمو ممكن يكون السعر غال شوية لكن ما تنساش أن الجنيه هو اللي قمته ابتت شوية لو حسبتها بالسعر السنة اللي فاتت السعر هيكون في حوالي 14000 جنيه والمواصفات ديت هيكون ممتاز جدا ومازال برضو مواصفات ممكانياته كويسة وصد سعره وطبعا رأيك تحت مهم جدا فمتنساش تعمل لك و تسكريب و شير وتكتب الكممنت وسلام